قدرة إلهية تتمتع بها زوهرية العينين تكشف بها أنرجيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال معكم قاتش نعمان في حلقة حصرية مشوقة من فضفضة مع نعمان اليوم يوم أحد موعدنا المعتاد مع فضفضة مع نعمان فضفضة هذا اليوم ستكون جوابا عن سؤال لإحدى متتبعات هذه القناة الكريمات من اليمن هذا البلد الشقيق العزيز خلاصة هذه الاستشارة هي كاتش نعمان من فضلك تحدث عن زوهرية العينين أنا ضحية لنرجيسي ولا أطيق النظر لعينيه وأعتقد أنني زوهرية العينين أختي العزيزة نعم سأتحدث عن صفات هذه الإنسانة الراقية هذه الشخصية المختارة من الله سبحانه وتعالى زوهرية العينين وما هو السر الإلهي الذي يجعلها تكتشف النرجيسي وتفضحه كم أنا متشوق لهذا الفيديو لأنه سوف ينقذ حياته الكثير من الزوهريات والروحانيات ضحايا للنرجيسيين قبل البدء لايك ليصل هذا المحتوى الخطير والحصري لأكبر عدد من ضحايا النرجيسيين السيكوباتيين والقوارد البشرية الخبيثة والشيطانية ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وخصوصا لا تنسوا الصلاة على حبيبنا أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم فمرحبا بكم أحبائي في هذه الحلقة الخاصة من فضفضة مع نعمال قبل البدء وكالعادة أذكر أنني أتوجه للزوهرية على أنها امرأة فقط للتبسيط إذا كنت رجلا فما عليك سوى قلب الأدوار كما أذكر أنه تحت هذا الفيديو في خانة الوصف هناك رقم واتصب لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة المرأة الزوهرية هي مرأة المختارة من الله سبحانه وتعالى تحدثت في فيديوهات سابقة عن أنواع الزوهريات عن صفاتها الجسدية الروحية عن تصرفاتها ولكن اليوم سوف أتحدث عن نوع نادر خاص من الزوهريات إنها زوهرية العيني هنا أريدك أن تنتبهي جيدا لأنك قد تكونين زوهرية العينين ولا تعرفين زوهرية العينين بالإضافة لصفات جانبية تتصف بها فعيناها لديهما أسرار خاصة الله سبحانه وتعالى أعطاها هذه الكرامات أعطاها هذه المزايا التي تظهر في عينيها العينين بطبيعة الحال هما مرآة الروح أختي العزيزة انزليني خانة التعليق وقوليني كيف أنك بالفعل حكمت على إنسان من أول نظرة فقط من عينيه لأن العينين فهي تكشفان روح هذا الشخص خصوصا إذا كنت زوهرية روحان عيناء المرأة الزوهرية هم عينان مختلفتان تماما عن عيني الإنسان العادي فيهما بريق خاص قد تكونان عينين بحجمين مختلفين وهذا يظهر للعيان عيناء المرأة الزوهرية فيهما بريق خاص لمعان ولكنه غير طبيعي المقلتان قد تكونان بلون بني عسلي أو بلون أخضر أو أسود ولكن هذا اللون غالبا ما يكونوا داكنا عيناء المرأة الزوهرية زوهرية العينين تكونان ذات بياض ناصع كالثمش جميلتان جذابتان ولكن هناك نقطة مهمة جدا عليك أن تنتبه إليها هي أن هناك حولا خفيفا في إحدى العينين ولكن الغريب والعجيب وهنا أريدك أن تؤكد لي هذا في خانة التعاليق أؤكد على مشاركتي تجربتك في خانة التعاليق الملاحظ هو أن هذا الحول يزيد الزوهرية جمالا وليس عيبا أليس كذلك؟ وهذا أمر محير لأن الحاول في عين الأطباء أو الباحثين في الطب فهو عيب يجب تصحيحه إلا بالنسبة للزوهرية وهذه قدرة إلهية تتمتع بها نقطة مهمة جدا أخرى عليكم أن تنتبه إليها تخص فقط زوهرية العينين هي أن عيناها تتغيران في اللون نعم اليوم هي في لون وغدا قد تكون في لون آخر بل الأغرب هو أن هناك اختلافا بين لوني العينين العين اليمنى لديها لون يختلف بشكل خفيف عن العين اليسرى وهذا يجعل الآخرين ينظرون إليها باستغراب كما لو كانت من عالم آخر وأيضا الحيوانات فهي تمعن النظر لعينيها أليس كذلك صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم في خانة التعاليق وقول لي كيف أن قططا أو كلابا أعزكم الله فهم ينظرون إليك كما لو أن إنسانا ينظر لعينيك لأن فيهما طريقا خاصا لأنك زواري وأيضا فأنت محبوبة ومحترمة من ملوك الجن سواء كانوا جنا مسلما أو كافرا هم يهابونك يخافونك يحترمونك ولهذا فأنت محاطة بهالة غريبة كاريزمة شخصية لا تضاهر لا يستطيع الآخرون أن ينظروا لعينيك طويلا لأن هناك رهبة هناك شيء غير عادي غير طبيعي سر إلهي يخرج من عينيك تذكر أن العينين هما مرآة الروح وروحك يا أيتها الزهرية هي روح مختلفة عن الأرواح الأخرى روح متصلة بالعالم الآخر بعالم الجن هنا أفتح قوسا العديد قد لا يصدق هذا ولكن ابحثوا أكثر وسوف تقتنعون الزهرية تستطيع أن ترى الجن ولو في صورة مختلفة قد تكون صورة في إنسان في حيوان إلى آخرين أليس كذلك أكد لهذا في خانتي التعاليق لأن هناك العديد يعتقدون أنها تخارف هناك عالم آخر علينا أن نكتشفه وروح المرأة الزهرية هي مرتبطة لهذا العالم والعينان هما مرآة لهذا العالم وهذا ما يجعل الزهرية العينين إنسانة مختلفة تماما عن أي شخص بل وعن أي زوهرية لأن هناك زوهريات لا تكون زوهرية العينين زوهرية العينين هي في مرتبة عليا في مرتبة الأمراء في عالم الروحانيات وهذا يجعلها بالفعل تحاط وتهاجم بالشياطين شياطين الإنس والجن تجعل الآخرين يراقبونها يحسدونها سواء في الصداقة في العمل في الأسرة إلى آخره يجعلها تعاني تعاني من الكيد تعاني من الحقد تعاني من الحسد تعاني من الأصحار ولهذا فهي زوهرية محاربة بانتياز ومن هنا فأنا أحيي كل زوهرية محاربة لأنها جند من جنودي الله سبحانه وتعالى هنا أريدك أن تنتبه جيدا وخصوصا لمن هي ضحية لنرجسي وأنا أعرف أنك ضحية لنرجسي يا أختي العزيزة زوهرية العينين لها قدرة خاصة في مواجهة النرجسي في تدميره في تحطينه لماذا؟ لأن أخطر شيء يخاف منه النرجسي هو كشفه هو فضحه والمرأة الزوهرية خصوصا زوهرية العينين قادرة على اكتشاف النرجسي فقط من عينين نعم هي الوحيدة التي ترى النرجسي على حقيقته والسر الخطير الذي عليك أن تعرفيه وهي ميزة ربانية تتميز بها زوهرية العينين تكتشف من خلالها النرجسي هي قدرتها على كشف الحجاد كيف ذلك يا قاتش نعمان؟ سوف أشرح لك زوهرية العينين لها قدرة خاصة إنها قدرة الحجس الذي تتميز به القدرة على أن ترى ما وراء العينين على أن تكشف حجاب أي شخص تنظر إليه لأن روحها تخترق عيني الشخص أمامها وتنظر لما وراء الحجاب والنرجسي فهو بارد النرجسي هو فارغ من الداخل هو يحاول أن يتلاهب عن طريق العينين بنظراته الثاقبة ولكن ليس مع الزوهرية الزوهرية ماءا تنظر لعيني النرجسي حتى تصاب بقش عريرة لأن رفقتها الصالحة فهي تتحرك لأن الطاقة التي تأتي من النرجسي هي طاقة شيطانية مليئة بالحقد بالقرى بالحسد هنا وإلزاما أريدك أن تنزل لخانة التعليق يا أيها الزوهرية أولا عليك أن تصلي على حبيبنا أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم هذا أمر إجباري في هذه القناة وثانيا عليك أن تقول لي كيف أنك تكتشفين الشخص السام النرجسي السيكوباطي من أول نظرة إنه سر تتميز به المرأة زوهرية العينين ذات الكرامة الإلهية الربطانية هل أنت من هذا النوع من الزوهريات؟ أخبريني بذلك لأنك بالفعل مختارة مرسولة من الله سبحانه وتعالى لكي تكتشفي ولكي تفضحي النرجسي وهنا ما الذي يحدث فالنرجسي الخبيث لا يستطيع النظر لعينيك لا يستطيع أن ينظر أكثر من عشر ثوان لعينيك يصاب بالرهبة بالخوف بالفزع لأن هناك طاقة أقوى منه تخرج من عينيك أنا هنا لا أريد أن أنشر الفزع ولكنها لحقيقة عينك فيهما بريق خاص وهذا البريق فهو ليس بريقا عاديا لا هو بريق رباني عليك أن تقتنع بهذه الفكرة لأنك عندما تقتنعين بها فسوف تحمدين الله على هذه القدرة وسوف تستعملين هذه الطاقة لكي تكتشفي أكبر عدد من النرجسيين ومن السيكوباطيين وسوف تساعدينني لأن هدفي من هذه القناة هو أن أنقذ أكبر عدد من ضحايا النرجسيين قد يكون زوهريات أو لا المهم هو أن أنقذ أرواحا وأريدك أن تساعديني يا زوهرية العينين لكي نكتشف معا هذه القوارض البشرية الخطيرة التي تدمر حياتنا الكثيرين والكثيرات هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون بيننا ولكن يحطموننا يتحدثون وراء أظهرنا ينشرون الإشاعات عننا يحسدوننا يريدون دمارنا علينا أن نحاربهم بكل ما أوتين من قوة وقوتك يا أية الزوهرية في عينيك الصدمات لا تنتهي هنا لا لأنك إذا فعلت عينك الثالثة فهنا دمار النرجسيين سيكون أكيدا لن يستطيع البقاء معك ولو لدقيقة لأن العين الثالثة فهي تعزز قوتك وقدرتك في كشف الحجاب سوف تستطيعين بالفعل اكتشاف أي شخص نرجسي فورا وبطبيعة الحال فهنا لن يستطيع شريكك النرجسي أن يتلاهب بك لن يستطيع أن يخدعك أكثر لن يستطيع أن يخونك لأنك سوف تعرفين بالطبط متى خانك ومع من ولن يستطيع أن يمارس السحر والشعودة عليك لأنك سوف تعرفين أين وضع السحر إذا فعلت عينك الثالثة أختي العزيزة يا أيتها الزوارية عليك أن تعرفي أن لعينيك قدرة خاصة أن العينين ليس فقط عضوين في الجسد لا هما نافذتان للعالم الآخر الذي أنت فقط من يعرفه عالم الروحانيات عالم عندما تدخلين إليه فأنت تصبحين من طينة أخرى أنت لم تعود مثل الجميع لا أصبحت لديك قدرات خاصة خارقة خصوصا إذا كنت زوارية العينين فما أسعدك لأنك مختارة من الله سبحانه وتعالى فهل أنت مستعدة لكي تفضح النرجسي؟ هل أنت مستعدة لكي تكشفيه؟ هل أنت مستعدة لكي تساعديني لتدمير هذه القوارض البشرية؟ أخبريني في خانتي التعاليق إذا يا أيتها الزوارية يا صاحبة هذه الفضفضة وأيضا يا من يتساءل نفس السؤال أخيرا كشفت لكم هذا السر السر الإلهي الذي يجعل زوارية العينين إنسانة من طينة خاصة إنسانة قادرة على كشف الحجاب إنسانة قادرة على قتل المرجسي إذا أعجبكم هذا الفيديو هذه الفضفضة الخاصة المرجو وضع لايك مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها رابطا لتتواصلوا معي روابط الصفحات الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف أيضا هناك رابط واتصب لمن يحتاج لاستشارات الشخصية معي مباشرة حتى تنتقل حياته مستوى أعلى بمشيئة الله قبل أن أغادر كالعادة سوف أترك لك السؤال أنتظر جوابك عنه على أحر من الجمر أسفل هذا الفيديو في خامة التعليق هذا السؤال هو هل أنت زوهرية العينين؟ هل تعرفين شخصا في محيطك بالفعل؟ يتميز بهذه الصفة؟ وهل بالفعل كشفت النرجسي الخبيث؟ ودمرته؟ أجيبين الآن وفورا أسفل هذا الفيديو في خامة التعليق تعلمين أن خامة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين السيكوباطيين والقوارد البشرية الشيطانية موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم حذاري من الخروج من هذا الفيديو من هذه الفضفضة الخاصة قبل النزول لخامة التعليق والصلاة على حبيبنا أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم أعلم أن هذه الصلاة هي صدقة جارية فلا تضيعها وكانت أحبي كون سعداء ترجمة نانسي قنقر